أدانى وزير الخارجية سمح شكري بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم مطالبا مجلس حقوق الإنسان والمفاوضية السامية لحقوق الإنسان بإلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة الإسلام وفوبيا وخلال إلقائه من خلال كلمة مسجلة بان مصر أمام جلسة النقاش العاجل حول تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم أعرب شكري عن بالغ القلق والستنكار لتكرار جرائم حرق المصحف الشريف على أيدي متطارفين والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت أثناء احتفال الملايين من المسلمين بعيد الأطحى المبارك وشدد وزير الخارجية على ضرورة التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبها كما شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد دولي للحقوق المدنية والسياسية واعتماد التشرعات التي طاحها ضرورة تحريض على الكراهية الدينية